يقدر ب333 مليون دينار الكشف عن أبرز ملامح الميزانيات الجديدة والميزانيات البرلمانية تؤكد تجاوز الوفر 300 مليون دينار أي جامعة الرانكينج مالها دون المستوى ما بعيال تخرجون منها على خلفية اعتصام اتحاد طلبة مصر التعليمية البرلمانية تناقش الأحد أسباب وقف جامعات مصرية إن شاء الله نفشل ثلاث الجرعات اللي خدنا من قبل نأخذ الرابعة بعد ما راح أخذها لأن الثالثة واحد ناس يقولون اختل توازنهم الجرعة الرابعة من لقاح كورونا على الأبواب والشارع الكويتي ينقسم بين مؤيد ومعارض ومختصون لأي تي في الجرعات التنشيطية إجراء أن يستحق الدراسة في ظل ارتفاع إصابات كورونا بريطانيا تلغي تأشيرة السفر لمواطني دولي مجلس التعاون وتستبدلها بتصريح إلكتروني بخصوص براءة اختراع عن طريق جبيرة أنفية تضع بالأنف مركز صباح الأحمد للموهبة يكرم مخترعين لحصولهما على براءة اختراع طبية أهلا بكم في نشرة الأخبار من اي تي في معاكم فيها أحمد لأنزي ونبدأ نشراتنا من أروقات مجلس الأمام فقد أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب بعدنان عبدالصمد أن اللجنة أقرت بالأغلبية الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 وحالتها إلى رئاسة مجلس الأمة بواقع ثلاثة أصوات مقابل رفض ثلاثة أعضاء مع ترجيح تصويت رئيس اللجنة وأوضح أن الإنفاق الرأسمالي يمثل 12% من الميزانية مشيرا إلى أنه تقرر وضع رقم محدد للوظائف والأجور وإلغاء الاعتمادات التكملية أهم ملامح الميزانية العامة للدولة بالنسبة للإرادات الإرادات هذه السنة المقدرة طبعا بلغت 23.4 مليار دينار بزيادة 114% عن الميزانية السابقة تشكل الإرادات النفطية 91% من جملة الإرادات سعر البرميل قدر في هذه الميزانية 80 دولار وفي حين أن سعر التعادل 79 دولار الآن المقدر أكثر من سعر التعادل بدولار فهناك وفر بالميزانية طبقا لهذا التقدير يقدر ب333 مليون دينار أما الإرادات غير النفطية البالغ تقديراتها في الميزانية 2 مليار دينار تتركز في خمس جهات وزارة الكهرباء والماء الإدارة العامل للجمارك وزارة المالية وزارة الصحة وزارة الداخلية برلمانيا أيضا وفي سياق مختلف أعلنا رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية دكتور حمد المطر عن اجتماع تعقدها اللجنة الأحد المقبل مع جهاز الاعتماد الأكاديمي وديوان الخدمة المدنية وذلك لمعرفة الأساس الأكاديمي لوقف جامعات مصرية حكومية بالإضافة إلى مخالفة قرار ديوان الخدمة المدنية بإصدار القرار الوزاري لوقف هذه الجامعات جاء ذلك بعد اعتصام اتحاد طلبة مصر والذي نظمه عدد من الطلبة الذين يدرسون بالجامعات المصرية اعتراضا على سحب الاعتراف من بعض الجامعات المصرية وهو ما وصفوه بالقرار الخاطئ طبعا سبب الاعتصام أنا أساند أخواني في اتحاد مصر والطلبة على القرار اللي أنا حقيقة ضده لأسباب عديدة أول شيء لا يجوز هذا القرار تشوبه مثال قانونية في تعميم واضح صادر من ديوان الخدمة المدنية بسبب قبول استقالة الحكومة يمنع اصدار اي قرار لماذا اذا هذا القرار الآن؟ هذا واحد اثنين لكوية تتخرج ثمانية واربعين الف طالب وطالبة سنويا وين يروحون عيالنا؟ وبعدا هل هذا الكلام أنا الرسالة الأهم كوني أكاديمي لأنا مو كوني عظومة أمة كوني أكاديمي أنا معه دائما أدعم التعليم النوعي وأنا مهني أقول لهم والله أبي أي شهادة لا يبقى في جامعات في مصر تصنيفها أقوى من جامعة الكويت وما يجوز يعني جامعة عين شمس الإسكندرية جامعات هذه عريقة جامعة الأزهر ألف سنة إذن أنا مو ياهني عشان أقول والله فتحوا كل الجامعات لا الحلول أنا أنا معه أن تكون الجامعات اللي موجودة بالكيو اس واللي واللي الرانكينج مالها عالي لا نوقف ضد طلبتنا وهذه رسالتي للحكومة المستقيلة والحكومة اللي بتي أو أي السلطة عيالنا إذا ما نشغلوا نفسهم في الدراسة وين بيشغلوا نفسهم؟ شي مو زين طيب مصر فيها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة إذن أولا قرار هذا هذا القرار هو العدم سواء صادر ضد تعميم ديوان الخدمة المدنية أنا أحط إيدي مع إيد جهاز الاعتماد الأكاديمي أي جامعة الرانكينج مالها دون المستوى ما بعيال يتخرجون منها أنا أتكلم عن فرص للكويتيين اللي قاعد يتخرجون بعشرات الآلاف يجب أن تكون حقوقهم موجودة لذلك مطالب اتحاد مصر أنا معها مطالب شباب أنا معها وسنقف بإذن الله وأنا الآن قبل الاتحاد نصعد معهم الآن إلى الدكتور صباحنا مخيزين ونبين لنا احتجاجنا في تطورات الوضع الصحي في البلاد أكد وزير الصحي الدكتور خالد السعيد خلوة البلاد من جدر القرود فضلا عن استقرار الوضع الوبائي لناحية فيروس كورونا وأضاف السعيد في كلمة لتلفزيون الكويت أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن جدر القرود وفيما يتعلق بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أفاد بأن هذا الوضع يعود إلى ارتفاعها بشكل عام في الإقليم وليس في الكويت فقط لافتاً إلى أن حالات العناية المركزة والمستشفيات قليلة نحن بالنسبة لنا لم نسجل أي حالة جدري القرود مع أننا نترصد الموضوع وحتى الآن لا يوجد أي شيء يسبب القلق طبعاً بالنسبة لازدياد أو ارتفاع عدد حالات الكوفيد في الآخر الثلاث إلى أربعة سابيع هذا طبعاً جزء من ارتفاع الحالات في الإقليم وفي العالم وليس فقط في دولة الكويت الحمد لله المستشفيات والعناية مركزة الأعداد فيها قليلة حتى الآن وإن شاء الله تستمر بهذا المنحة المطمئن لكن نحرص أن نلتزم بالاحترازات نلبس الكمام في التجمعات نحرص على إعطاء الجرعة التعزيزية من اللقاح لأنه مهمة جداً خصوصاً للمسافرين وأيضاً لمن لديهم عوامل اختطار مثل الأمراض المزمنة ونقص المناعة إلى ذلك وفي ظل الأنباء غير الرسمية عن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة للإعلان عن جرعة رابعة تنشيطية تعطى بالاختيار لمن يرغب من غسم الشارع الكويتي بين مؤيد ومعارض لتلك الجرعة كاميرا إيتيفي جالت على عدد من المواطنين والمقيمين ورصدت جانباً من الأراء لا يختلف إثنان على أن اللقاحات حماية للفرد كي لا يصاب بالأمراض والأوبئة المختلفة التي تنتقل بين الأفراد بوسائل عدة ومن بين تلك اللقاحات وآخرها هو اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 الذي أصبح يؤخذ على فترات متباعدة وله جرعات تنشيطية مؤخراً كثر الحديث عن جرعة رابعة لللقاح تستعد وزارة الصحة للإعلان عنها لتكون بشكل رسمي واختياري وتعطى وفق ضوابط لمن هم أحوج لها من كبار السن ويعانون من الإصابة بأمراض مزمنة ويبقى السؤال الذي وجه للجمهور اليوم هل ترغب بأخذ جرعة رابعة من لقاح كوفيد 19؟ إن شاء الله نفس الجرعات اللي خدناهم من قبل نأخذ الرابعة بعد نحن خسراني شيء إن شاء الله الدكتور عبدالله السند قال الآدية وأسهل من القبلية على الله إن شاء الله وأنا أعمار نسهل 20 سنة يعني ما يقدره هادي نأخذها ليش له إذا هل صالحنا وصالح الجميع نأخذها إذا في الحكومة تنصحنا بالشيء نأخذ الحكومة عراسل وزارة الصحة بس الواحد ثلاث تطعيم كافي ثلاث تطعيم مرض عبارة نشلة حتى رئيس الملكي ترام هذا كان عبارة نشلة أخذها أخذها ليش أخذها أخذها لأن الثالثة واحد ناس يقولون اختلت وازنهم مثل المسبق الضائع كذا واحد مو واحد ولا اثنين ولا ثلاث يعني واحد من ربعنا ربع أخواني حيال عمي والربع يعني من شذين ما راح نطقل والله موشعات يعني ناس تغي ناس تغي قالوا لي والله فيه كذا واحد يعني مو مضبوطين يمشون مثل ما تقول رقلة مثل رقلة فيهم أنا حتى الثالثة ما أخذيتها وقفت خذيت ثنتين وخذيتهم كنت مو مقتنع أساسا بس أخذيتهم عساس سبحان الله بنادم يصير ضار في شغلة عنده سفرة عنده شي يعني نحدين أحد عليها والله الثالثة وقفت والرابعة مو مؤيدة حتى أحس أن هذا المرض هذا كله مصطنع يعني والسبب واضح شوف يعني وين كنا وين صرنا معقولة مرض شديد يتفشي تفشي تشو يسكر بسرعة مو كل العالم خذت يعني كل شيء وضح الحمد لله يعني والأمور صارت زينا وهذا مو محتاجين الحمد لله وشك لله نشوف الناس الحمد لله بخير ونعم يعني الحياة ردت طبيعية اللهم ولك الحمد فمو مو مقتنعين فيها وارك وافك وبما أن الحديث عن تلقي الجرعة الرابعة من اللقاح أمر اختياري تشدد وزارة الصحة بصورة عامة على أهمية تلقي الجرعات المنشطة لتجنب المضاعفات الخطيرة في حال الإصابة بالفيروس فضلاً عما يوفره التطعيم من حماية للفرد ومحيطه الاجتماعي لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس إلى ذلك تحدث أخصائل أمراض الباطنية الدكتور خالد الفصام عن الارتفاع العالمي لإصابات كورونا مشيراً إلى أن الوضع المحلي مطمئن حتى الآن وقال الفصام في تصريح لأي تي في أن الحديث عن الجرعات التنشيطية كالرابعة والخامسة لبعض الفئات إجراء يستحق الدراسة والتقييم في الفترة الحالية في ظل ارتفاع أعداد الإصابات عالمياً طبعاً بالنسبة لارتفاع الأرقام نسبياً حول العالم في الفترة الأخيرة والتفاوت الملحوظ في هذا الارتفاع بين الدول فهو شيء غير مستغرب نوعاً ما ويعتمد على عدة عوامل أهمها مستوى الانفتاح ونسبة تطعيم المنجزة في كل مجتمع يمكن مثل ما هو ملحوظ في الآوين الأخيرة هناك ارتفاع نسبي في عدد الإصابات اليومية عندنا في الكويت ما زال هذا الارتفاع غير مغلق رغم أنه كان مصحوب بزيادة طفيفة وغير مغلقة إلى الآن في عدد حالات الدخول إلى المستشفى بشكل عام كل هذه المستويات إلى هذه اللحظة في رأيي لن يكون لها تبعيات كبيرة من حيث القيود والاشتراطات ما زلنا ندعو الناس إلى استكمال جرعات التطعيم لأنه دائماً يعتبر الخيار الأأمن أما بالنسبة للجرع الرابعة طبعاً فيما يخص بعض الأخبار المتداولة عن الجرع الرابعة في الكويت عن المزيد من الجرعات التنشيطية مثل الجرع الرابعة أو حتى الخامسة لبعض الفئات طبعاً هو تساؤل مستحق وإجراء يستحق الدراسة والتقييم في الفترة الحالية بعد مرور عدة أشهر على تجشين حملات الجرعات الثالثة وفي ظل الارتفاع الملحوظ للحالات حول العالم إلى الآن لا يوجد أي إجراء أو خبر رسمي من ممثلين وزارة الصحة عندنا في الكويت في هذا الصدد لكن هل هي احتمالية واردة بكل تأكيد نعم بالنهاية الهدف هو توفير القدر الكافي والآمن من الحماية لكل فئة حسب خصائصها حسب آخر توصيات من مركز التحكم بالأمراض CDC الأمريكية فأنه نعم يوصى بالجرعات الرابعة لفئات معينة بشكل عام بعد مرور ثلاث إلى أربع شهور على الأقل من تلقي الجرع الثالثة الحديث عن الجرع الرابعة بكل تأكيد يجرنا إلى السؤال منطقي آخر وهو مدى استدامة المناعة الناتجة عن جرعات التطعيم طبعا لا يوجد رغم أو فترة زمنية ثابتة وهناك تبايم كبير في الحماية الناتجة بعد جرعات التطعيم هذا يعتمد بكل تأكيد على أمر المريض حالة المناعية والأمراض التي يعاني منها المتوقع أن تنظر كل دولة إلى توصيات هذه المنظمات العالمية وتحاول أن تكيف هذه التوصيات وتطبقها على حسب عدة عوامل أهمها الوضع الوبائي فيها ونوعية السكان ومتانة المنظومة الصحية صحيا أيضا وعلى صعيد المختلف كشفت وزارة الصحة أن معدل حالات مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز في الكويت ضمن المعدلات الاعتيادية المتوقعة والتي تعد ضمن المعدلات العالمية وأوضح أن إقرار إجراء الفحص المخبري لفيروس نقص البناعة المكتسبة لجميع مرضى الدرن يأتي استكمالا للفحوصات وللرعاية الصحية لهم كإجراء وقائي وبما يتوافق مع أحدث البروتوكولات والتوصيات العالمية وللحفاظ على الصحة العامة في سياق مختلف أعلنت المملكة المتحدة اليوم عن أنها ستلغي اشتراطات التأشيرة لجميع مواطني دول مجلس التعاون على أن يتم استبدالها بإجراءات جديدة لتسهيل عملية السفر خلال عام 2023 تشمل نظام جديد سيطلق عليه تصريح السفر الإلكتروني وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أن أقرار عفاء دول الخليج سيسهل السفر لمواطنيها لأغراض السياحة وللزيارات المحددة الأخرى ولن يكون بحاجة للذهاب إلى السفارة البريطانية لإصدار تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة كرم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابعي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي طبيبين كويتيين حصل على براءة اختراع عن جبيرة طبية تستخدم في العمليات الجراحية في إنجاز جديد يحسب لأبناء الوطن اليوم يزاوم لخير المركز صباح الأحمد لموهبة الأبداع كرمونا أنا وزميلي الدكتور محمد كمال استاذ في جامعة كلية الطب جامعة الكويت بخصوص براءة اختراع عن طريق جبيرة أنفية تضع بالأنف لمرضانة بعد عمليات الأنف مثل عمليات التجميل عمليات تعديل حاز الأنفية أو الجيوب الأنفية ميزة الجبيرة هذه أنه ما تمنع تنفس ما تسبب أي آلام وهي توضع بطريقة بحيث أنها تخلي المريض أيضا أثناء العملية وبعد العملية يقدر يتنفس على راحته بدون أي مشاكل وهذه الجبيرة خفيفة جدا وما يحس فيها وغالبا ممكن تنشال في العيادة بعد سبوع بدون آلام وآثار الفتايل الطبية اللي كانت توضع في السابق واللي كانت تسبب ألم وتسبب عدم راحل المريض اليوم عندنا براءة الاختراع هي عن مادة طبية جبيرة جراحية تستخدم في عمليات الأنف لتثبيت الحجاب الحاجز وتسهيل عملية التئام الجروح ما بعد العمليات الجراحية هذه طبعا العمليات هذه فيها صعوبة من بعد العملية أنه يكون عندنا فترة عدم قدرة المريض على التنفس بشكل جيد وصعوبة في مرحلة النقاهة وإحنا الجهاز هذا يحاول أنه يساعد المرضى بأنه يستفيدون من تثبيت الحجاب الحاجز بطريقة معينة ويحصلون على نتيجة أفضل بعد العمليات الجراحية طبعا هذا جهاز نحن نتكلم عن جهاز لازم يصنع بطريقة بمواد طبية معينة على أساس أنه نقدر نستخدمها على المرضى الفكرة هي جاهزة للتطبيق بحيث أنه نقدر نحن نبدأ مرحلة التصنيع البتدائي والتصنيع البنهائي ونقدر نستخدمها على المرضى سواء كانت في الكويت أو خارج دورة الكويت تحت رعاية الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم الاسباعي أقامت إدارة التوعية والإرشاد فعاليات حفل أنشطة الإدارة النصف الأول من العام 2022 وأشار مدير إدارة التوعية والإرشاد في وزارة الشؤون الاجتماعية جاسم الحمود إلى جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للوزارة في تنفيذ ونجاح أنشطتها خلال الفترة الماضية سياسات الدولة الكريمة هي المشاركة الفعالة ما بين الهيات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وهنا نحن نرى أفضل نموذج لهذا التعاون وهو دعم جهات كريمة كالأمان العام للوقاف وشركة زينة صلاة وجمعية هيات التغاث الإسلامي بأداراتها لجمعها وكذلك من جمعية وصائل الخيرية وجمعية تواحم العمال الخيرية والإنسانية فكل هؤلاء هم شركاء النجاح معنا فقط كانوا ولازالوا داعمين لإدارة تعير والشهاد على الخصوص وكذلك إدارة القطاع الرعاية الاجتماعية على العموم ونحن في هذا اليوم حق علينا أن نكلم هذه الجهات الفاضلة وننتهز في هذه الفرصة أن نشمل بحفلنا هذا تكريم الفائزين في بعض المسابقة لإقامة الإدارة وكذلك تكريم بعض الموظفين الإدارة ممن ساهموا في إنجاح برامج هذه الإدارة أطلق مركز العجيري العلمي نسخة الإلكترونية الجديدة من التقويم الرسمي للكويت في نقلة نوعية بمجال تطور التقاويم الفلكية وقال المدير العام للمركز يوسف العجيري أن التطبيق الخاص بالتقويم يجمع بين التكنولوجيا والمعلومات العلمية التي لا يمكن حصرها وأضاف العجيري أن الحساب الفلكي تطور في السنوات الأخيرة نظرا إلى تقدم وسائل التكنولوجيا ما يحتم سعي لإيصال أكبر قدر من المعلومات للمستخدمين في جولتنا العربية أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية عن ارتفاع حصيلة وفيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام بالعقبة إلى عشرة قتلى ونحو 250 إصابة وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل شبول أن الحكومة أرسلت تعزيزات طبية إلى العقبة قائلاً أن الحكومة ستعزز الفريق الطبي في العقبة وذلك للسيطرة على حادثة تسريب الغاز السام وآلنت إدارة الدوريات الخارجية قطع حركة السير أمام المركبات المتوجهة إلى مدينة العقبة ومنعها من المسير نهائياً لحين الانتهاء من التعامل مع حادثة تسريب الغاز من إحدى الصهريج في ميناء العقبة حفاظاً على سلامة المواطنين والمارين أهلا بكم في الاقتصاد تراجعت سعر النفط أكثر من دولار واحد للبرميل اليوم بعد أن أدت المخاوف الاقتصادية العالمية إلى تقليص توقعات الطلب على النفط بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع بسبب احتمال اتخاذ إجراءات في شأن صادرات النفط الروسية وأحياء الاتفاق النووي الإيراني وأسجلت تعاقدات الخام ثاني انخفاض الأسبوعي لها الأسبوع الماضي مع تعزيز ارتفاع عسار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وأثاره مخاوف من الركود أعلنت ناطق الرسمي باسم بنك الاعتمال الكويتي حباري الخشتي أن البنك يعد المؤسسة الحكومية الأولى التي انفردت بتقديم خدماتها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي وفقا لاستراتيجية طموحة وضعتها الإدارة في سبيل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بأبسط وأيسر السبل وأكدت الخشتي أن خدمات البنك المقدمة بتقنية الذكاء الاصطناعي لا تتطلب حضورا شخصيا من المواطنين لأي فرع من فروع البنك ولا تتطلب حضار مستندات من جهات الدولة مختلفة كما أنها تتم من دون تدخل بشري من قبل موظف البنك وتنجز خلال دقائق معدودة في الرياضة أهل نادي الكويت إلى دور نصف النهائي لبطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد التي تجرى حاليا في مدينة حيدر أباد في الهند بعد تغلبه على فريق سانات ميس كارمان الإيراني بنتيجة 30 ل 17 هدفا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية عن المجموعة الثانية ورفع الأبيض رصيده إلى أربعة نقاط في المركز الثاني وجمعهما من فوزين على الوكر القطري والفريق الإيراني فيما تلقى خسارة وحيدة أمام النجم البحريني وبهذه النتيجة ضرب العميد موعدا مع القدسية في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي علما أن الأسفر كان قد احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط حصل عليها من انتصارين على العربي القطري وتي اس سبورت الهندي وتعادل مع النور السعودي جدد مجلس إدارة النادي العربي عقد سيف الحشان لعب الفريق الأول لكرة القدم لموسمين قادمين وذلك نزولا عند رغبة المدرب الكرواتي انتيميشا وضاء الجهاز الإداري للأخضر وكان الحشان لعب القدسية السابق قد سهم بتحقيق العربي بطولة كأس سمو ولي العهد وكأس السوبر في الموسم الماضي ينتظر العربي مواجهة حاسمة أمام السيب العماني أواخر شهر يوليو المقبل في الدوري نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي عن غربي آسيا مشاهدين بهذا تنتهي النشر في أمان الله اشتركوا في القناة